اهلا بكم هل يحتاج المسلمون فعلا في السويد الى حزب خاص بهم يدافع عن حقوقهم ويكافح التمييز ضدهم ام ان انشاء مثل هذا الحزب يمكن ان يؤدي الى عزلهم والى تقوية لهجة الخطابات الشعبوية التي يستخدمها اليمين المتطرف ضدهم قبل ان نحاول البحث في هذا السؤال وحتى لا تبدو الاجابة متحيزة ولها طابع حادي او مبنية على افكار مسبقة لا بد لنا من استعراض بعض الحقائق والتذكير بعدد من خصوصيات المجتمع الذي نعيش به ونراجع بشكل مختصر خريطة الاحزاب السويدية في البرلمان الذي يدير الدولة والمجتمع هنا في السويد سمعنا مؤخرا عن تأسيس حزب جديد يحاول استقطاب المسلمين في السويد من خلال تقديم نفسه على انه حزب يتبنى قضايا ومشاكل المسلمين في المجتمع ويطالب هذا الحزب الذي اطلق على نفسه اسم انيانس ما يعني درجات الظل في اللون الواحد يطالبوا باعتبار المسلمين في السويد اقلية خاصة على غرار اليهود وشعب السامر رئيس الحزب ويدعى ميكايل يوكسل كان احد المرشحين للبرلمان السويدي عن طريق حزب الوسط قبل ان يفصله الحزب بتهمة علاقته مع تنظيم تركي قوميا متعصب من خلال ظهور لافت له في وسائل الاعلام السويدية قبل حوالي شهر استخدم هذا السياسي الغاضب كما يبدو من اداء الاحزاب التقليدية السويدية اجمالا اسلوب التهويل واحيا المبالغة المفرطة فيما يتعرض له المسلمون هنا من تمييز قائلا ان المسلمين السويديين يتعرضون يوميا للهجمات الجسدية واللغضية ذات الطابع العنصري مضيفا ان اضرار وتخريب الممتلكات ليست سوى امثلة قليلة من هذه الظاهرة الرهيبة وان القليل من جرائم الاسلاموفوبيا يجري تقديمها للمحاكم قد يكون رئيس الحزب الجديد محقا بدرجات معينة فهناك فعلا انتهاكات عنصرية يتعرض لها المسلمون تزايدت في الفترات الاخيرة ولكن ليس الى هذا الحد وهل يحق له المبالغة في ذلك لكي يكسب تأيد المسلمين لحزبه وهل الحل هو فعلا بتأسيس حزب جديد يكفل الحد من هذه الانتهاكات شروط تأسيس الاحزاب في السويد كما نعلم شروط متاحة للجميع وهناك حاليا مئات الاحزاب المسجلة في السويد فقد تقدم لدخول البرلمان الاخير 258 حزبا في العام 2018 فاز منهم ثمانة احزاب برلمانية واحتل عدد قليل من الاحزاب المحلية مواقع على مستوى المجالس البلدية والمحافظات فيما كان هناك تجارب سابقة ومستمرة لتشكيل احزاب للمهاجرين في السويد لكنها باءت جميعها بالفشل الخطوة الحالية يمكن ان تنجح ولكن حتى نجاحها قد يعتبر فشلا ذريعا في هدف مساعدة المسلمين على الاندماج والحفاظ على هويتهم وعلى مكافحة التمييز ضدهم النجاح الذي قد يكون متوقعا هو انجذاب وانبهار عدد من المسلمين خاصة الجدد بالفكرة ولكن ونظرا لعدم وجود افق لاستدامة هذا النجاح سيصاب عدد كبير منهم بالخذلان وخيبات الامل بعد اكتشاف ان الحزب الجديد وباعتماده على صفة دينية واحدة سيكون عاجزا عن الانخراط في عملية سياسية تطلل المعرفة بقضايا الاقتصاد والضرائب والعمل والصحة والتعليم والسياسة الخارجية والبيئة وغيرها كما من الممكن ان يتعرض المسلمون الى العزلة اكثر بسبب احتساب ان لهم حزبا خاصا بهم هذا اذا اعتبرنا طبعا ان اغلبية المسلمين او جزء كبير منهم سوافقون على ان يتكلم باسمهم حزب واحد واذا تذكرنا ايضا ان المسلمين لهم توجهات فكرية متعددة ويمثلون دولا وعراق وحتى ثقافات مختلفة تبقى هنا نقطة مهمة لها علاقة بالرياضيات السياسية او حسابات اصوات الناخبين فمن المعروف ان اغلب المسلمين خاصة ممن يمكن اعتبارهم من المجموعات الضعيفة بالمجتمع بسبب اوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية يصوتون عادة للاحزاب المحسوبة على اليسار مثل حزب الاشتراكين الديمقراطيين وحزب اليسار والبيئة وهذا يعني ان اي حزب مثل الذي يطرحه يوكسل سيأخذ اصواته من هذه الاحزاب اولا ومن احزاب الوسط ويمين الوسط ثانيا وهذا يعني ايضا ان المستفيد الاول من تأسيس هذا الحزب الجديد هم ديمقراطيو السويد واليمين المتطرف اجمالا قد يكون يوكسل محقا مرة اخرى بان الاحزاب السويدية التقليدية اصابها الترهل والجمود الاديولوجي الى حد ما وانها او عدد منها يعاني من تناقص في شعبيته ولكن الحل ليس بتأسيس حزب اسلامي او ذو ميول اسلامية في السويد الحل هو في اختراق المسلمون وغير المسلمين من المهاجرين لحواجز الاندماج في المجتمع وشعورهم بانهم فعلا جزء من السويد ومن مستقبل السويد يبقى الحل اذا هو في حث وتجيع المسلمين وابنائهم على الانخراط في الحياة السياسية اكثر مثلهم مثل بقية مكونات المجتمع السويدي والمشاركة والانضمام الى مختلف احزاب الطيف السياسي المناسب لهم ومن هنا من داخل الاحزاب يمكنهم التأثير والمحافظة على قيم المجتمع السويدي هذه القيم الموجودة فعلا ولكن عدم المساهمة في تقويتها والدفاع عنها يمكن ان يؤدي الى اضعافها وبالتالي انزلاق السويد الى التوجهات اليمينية او حتى اليسارية المتطرفة هنا يجب الاشادة بتجربة السويديين من اصول كردية الذين استطاعوا تسجيل حضور سياسي لافت لهم في الحياة السياسية السويدية في الاعوام الاخيرة من خلال انضمامهم الى احزاب مختلفة الان يوجد في البرلمان خمسة اعضاء يمثلون عدة احزاب سياسية سويدية كلهم من اصول كردية الغريب فعلا ان قوانين ومبادئ السويد وقيمها سنت للدفاع عن المظلومين ولمساندة الضعفاء ولكن للأسف قسم كبير من هؤلاء المستهدفين والمتضررين يقفون على الحياة بشكل سلبي ولا يمارسون اي دور ايجابي في مساعدة الاحزاب والمنظمات المدنية لكي تساعدهم وتستمر بالدفاع عنهم من هنا يمكن ان تكون فكرة تأسيس حزب جديد عنوانه الدفاع عن المسلمين وكأنها فكرة تزيد من الشرخ الموجود بين سلبية المظلومين وبين عدم الحفاظ على ايجابية القوانين والقيم المجتمعية التي وضعت من اجل هؤلاء المظلومين وغيرهم المعرضين الاستغلالي في المجتمع لذلك هذه فقط دعوة للتفكير قبل الاندفاع المتهور نحو تأييد الفكرة والتي حتى اذا نجحت في البداية سيكون نجاحها فشل في النهاية الى اللقاء